نتابع في سياق النشر وفي خبر منفصل ثمانية ألاف وسبعمائة وتسعة طلاب وطالبات تقدم اليوم لأداء الامتحان النظري للشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورته الصيفية للعام الفين وستة عشر فيما يُعقد امتحان الورقة الثانية يوم ثلثاء المقبل والورقة الثالثة يوم السبت المقبل أتفاصيل في هذا التقرير بدأت صباح اليوم جلسات الامتحان النظري للشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورته الصيفية لعام الفين وستة عشر والتي تقدم لها هذا العام نحو ثمانية ألاف وسبعمائة وتسعة طالب وطالبة من أربع وأربعين كلية ضمن مائة وثلاثة عشر تخصصا توزعوا على تسعة عشر مركز امتحان محوسب تحتوي على مائة وستة عشر مركز حسوب الامتحان يسير بطريقة على اللي شفته أهنا وياكم في القاعات عم باله يسير بطريقة راقي جدا والتنظيم للامتحان في كل القاعات والتي نحن اليوم في أكبر قاعة أو أكبر منطقة الامتحان التي هي عماني الثاني والتي هي بمنتهى الدقة والشفافية والمراقبين يقوم بواجبهم وطلاب مرتاحين جدا ويتقدم الطلبة للامتحان هذا العام ضمن الخطط الجديدة التي شملت تغييرات أبرزها إعادة هيكلة العلامات وتقليص أوراق الامتحان النظري إلى ثلاث ورقات لكافة التخصصات قدمنا الورقة الأولى وهي الثقافات المشتركة كان الامتحان سهل بس اللي دارس صح ومركز بدراسته بيجاوب عليه أما اللي درس إنه قبل بيوم وبيومين ما راح يجاوب كانت المادة كتير سهلة يعني المواد بشكل عام والوقت كان كتير مناسب ومنح كافي لأنه نكمل حتى ضل مجال كتير يعني إنه بعد ما خلصنا من الامتحان والمستوى الأسر كان عادي يعقد امتحان الورقة الثانية يوم الثلاثاء القادم والورقة الثالثة يوم السبت السابع والعشرين من آب الحالي فيما كانت طلبة قد تقدموا للامتحان العملي للشهادة الجامعية المتوسطة بداية الشهر الحالي وبلغ عددهم حين ذاك خمسة ألاف وخمسمائة وتسعة وتسعين طالبا وطالبة اشتركوا في القناة